شهدت قرية نصرى التابعة لمركز كفر الشيخ انطلاق يوم حصاد الأرز المنزرع بطريقة الشتل الآلية وهي إحدى طرق ترشيد المياه يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود التي تبدلها الدولة لنشر الأصناف عالية الإنتاج من كافة المحاصيل بعد أن أدخل مركز البحوث الزراعية تقنيات الشتل الآلي لزراعة الأرز في مصر شهدت محافظة كفر الشيخ يوم حصاد الأرز بقرية نصرى التابعة لمركز كفر الشيخ والمنزرع بالطريقة الجديدة تلك الطريقة هي إحدى طرق ترشيد المياه حيث توفر كمية من المياه تصل لألف متر مكعب للفدان وتوفر كمية من التقاوي تصل من أربعين إلى خمسة وأربعين بالمئة مشروح ترشيد المياه يتوقف حسب طرق الزراعة وأصناف الزراعة في حالة حالياً دلوقتي في عملية التصطير التصطير ده شيء توفير كمية كبيرة من المياه أننا نحن نسوي الأرض بالليزر كويس بعد إضافة 100 كيلو سوبر فوسفات وباني الحرتتين وباني الحرتتين وبنجيب السطارة ونحط فيها 45 كيلو الفدان وبنضبط السطارة حسب برضو مسافات الرز إن كان 77 بنزرع على 15 سنطي إذا كان 108 أو بنزرع على 20 سنطي كما تتميز طريقة الشتل الألية بتوفير الوقت والعمالة حيث تتم الزراعة باستخدام أعمال الشتل الميكانيكي لشتلات الأرز في الأرض المشروع هذا طبعاً بيغطي المحاصيل الاستراتيجية سواء أمح سواء رز سواء زرة النهاردة إحنا بنحضر الحق دورنا كإرشاد هو الإرشاد والبحث جسد واحد المحور الأساسي وعملنا الأساسي هو إن إحنا الجسد ده هو أو الإرشاد هو الأرجل اللي بتاخد النتائج البحثية سواء كانت أصناف جديدة أو ممارسات وتوصلها في صورة ميسرة بسيطة للمزارع الإرشاد الزراعي عندنا بيرشد الناس وكده ونزل معنا عمل المساحات أول مرة وحضر التصليح الليزر وحضر الكماء وحضر دا كلته وحضر الزراع على التصطير وحضر كمية التجاوج جبنا التجاوج جبلنا التجاوج من عند الإرشاد إحنا هنا في محافظة قفر الشيخ المحافظة الأولى في زراعة وإنتاج محصول الأرز يمكن الحمد لله بنزرع 244 ألف فدان من محصول الأرز ضع حقل من الحقول الإرشادية اللي احنا بنطبق فيها ممارسة ترشيد المية يمكن من الفوائد الكبيرة في الممارسة الزراعية دي ان احنا بنوفر حوالي ألف متر مقاعب من المية المعطاة للفدان من جانبها تواصل محافظة قفر الشيخ جهودها لنشر الأصناف عالية الإنتاج بكافة المحصيل من أجل زيادة الإنتاج وهو ما ينعكس على الدولة والمزارع في آن واحد طبعا احنا بنحتفل النهاردة بحصاد اليوم حصاد الأرز أهم حاجة فيه أنه فيه تكنولوجيا جديدة في توفير استخدام المية بالتالي بتقلل الكهرباء أيضا أسمدة وتعوي جديدة يعني هو دلوقتي بيستخدم نوع أطمع أن احنا فيه نوع كان في الزراعة السيد وزير الزراعة الأخيرة كان النوع الموجود سوبر 300 حاليا 108 سوبر 300 بيدي إنتاج أكثر لكن الـ 108 هم يدي برضو فيه الفدان إنتاجية حوالي 4 طن و800 هذا وتعمل الدولة على تنمية القطاع الزراعي من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتجهيزات المتطورة حيث يعد قطاع الزراعة إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلية